السلام الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستخبره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهجه الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هاجي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة نصح الأمة وكشف الغمة وشاهد في الله حق جهاته حتى أداه اليقين من ربه أما بعد أزق الحجيث كلام الله عز وجل وخير الهدى خدا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور محدداتها وكل محدداتها بدعة وكل بدعة جل ظلالة وكل ظلالة جل في النار ربي إسرحتي صدري وإسرني أمره واحد العبدة من لذاني يبقوا قولي يقول الحق بمحتم آياته يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أمانتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجم عظيم أبعنا أمهاتنا نحن أولادكم رجال وهذه الأمة الإسلامية فإذا قد صرت في طبيتنا وأحمدتم في توزيع شلوكنا فقد عرضتم هذه الأمة للذل والهوان وقلنا لا قدر الله سببا في ضياع أمة الإسلام أما إذا أحسنتم أدبنا وربيتمون على خلق محمد صلى الله عليه وسلم أصبحنا جنود الله وقرسانا للجين فعلى أجينا تنهض الأمة وتنتشر رسالة الإسلام أيها الأبع اتقوا الله فينا وربونا على الجين والأخلاق لأنهما لأنهما قوة الأمة وعزها وسلاحها الذي لا يهزم قال الله تعالى يؤسيكم الله في أولادكم نحن أمانة بل في أعناقكم تسألون عنها يوم القيامة قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُذَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَأَكُودُ وَالْنَاسِ وَالْحِجَارَةِ هَيْدَتُوا أَلْأَمَانِ إِنَّا لَوْتْنَا لَا الْفِطْلَةِ السَّلِيمَةِ فَقُمْنَا بِالْإِخْرَاجِ جِيلٍّ مِنَّا يَتَحَرَّقُوا بِالْإِسْلَامِ قَلْبًا وَقَالِبًا وَعَلِّمْنَا القرآنَ الذي إذا مَسَّ قُلُوبَنا فَدَعَا وَأَمَعَا وَعَذِّبْنَا بالحلال والحرام قال الشعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيباً أعراقي إن الضرية الطالحة سبباً في دخول الجنة وعندما دحت القرآن تُكتب لكم الحسناً وتنحى لكم السيئة وتنفع لكم الضراجة لأنكما سبباً في طلبية جنج من جنوك الثلان في كل المجالات وسبباً في إعلاء كلمتي لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إن قطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقاً شارياً أو علماً ينتفع به أولاً صالحاً يدعو له أكرر أولاً صالحاً يدعو له أبعنا أمعاتنا تجنبوا العنفة في طربيتنا قال الله داعي تعاليني عن نبي الحدناني وإقامة الصلوات وتلاوة القرآن برج الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واتخفروا الله العظيم الجلي لي ولكم وليسائر المسلمين لكل داب فاتخفروا وتوبوا إلي إنه الغفور الرحيم كان معظم زد يد من قصة تحضيري الأمان لروض بلدات السقهات شعاري في الحياة أنا طفل صغير سأعرف المستحين وشك